وما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تتفنن في أنواع النكبات التي ترمي بها الفلسطينيين وكان آخرها نكبة التعليم فقد أثبتت الإحصائيات عن استشهاد آلاف الطلاب ووقوع آلاف آخرين بين جريح ومعاق إلى جانب التدمير الممنهج للمدارس والجامعات وفي ظل هذا الوضع المؤسف حرم نحو تسعة وثلاثين ألف طالب وطالبة من التقدم لامتحانات الثانوية كنظرائهم في الدول الأخرى ليست إبادة جماعية أو مجازر ممنهجة أو قتلا على الهوية فحسب بل اخترعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنواعا شتى من الإبادة منها الإبادة التعليمية عن عمد فإن أكثر ما يقضي على أمة من جذورها هو القضاء على أحلامها ولا يقضي على الحلم إلا اندثار التعليم واستشهاد عشرات الآلاف من المدرسين والطلبة والتربويين دفعة واحدة في شهور قليلة وهذا بالضبط هو هدف الاحتلال الإسرائيلي من حربه على غزة أرقام مخيفة أعلنتها وزارة التعليم الفلسطينية ومشاهد فاقة الخيال نكأت جراحا لم تندمل وما زال نزيفها يهز أركان العالم شرقا وغربا اليوم وفي أول أيام امتحانات الثانوية العامة تصدرت المشهد مدارس خاوية على عروشها مهدمة يعيش في فصولها بقايا مواطنين بلا ماء ولا كهرباء وقد سقط طلابها ومدرسوها بين شهيد وجريح ومعاق ومشرد وجائع فقد حرمت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تسعة وثلاثين ألف طالب وطالبة من التقدم لامتحانات الثانوية العامة التوجيهية منهم من حالت الأقدار دون لحاقه بركب أقرانه في الصف الدراسي ومنهم من صعدت روحه لبارئها بوسام الشهادة فوفقا لوزارة التعليم الفلسطينية فإن 430 من طلبة الثانوية العامة استشهدوا في غزة فيما استشهد في الضفة الغربية عشرون آخرون خلال العام الدراسي الذي انطلق في شهر أغسطس الماضي الوزارة أعلنت إحصائية الدم لتجد أن ما لا يقل عن ثمانية ألاف شهيد في قطاع غزة ممن هم في سن الدراسة و350 شهيدا من المعلمين والمعلمات إضافة إلى المفقودين وعشرات الآلاف من الجرح والمعاقين إلى جانب 110 مدارس وجامعات تم تدميرها بشكل كلي و321 مدرسة وجامعة تم تدميرها بشكل جزئي وبما أن الهدف هو تفكيك أسس المجتمع الفلسطيني فإن القول بأن 630 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة تم حرمانهم من حقهم في التعليم منذ بدء العدوان هو رقم في ازدياد مستمر مع استمرار القصف الهمجي وما زالت غزة في انتظار إشعار آخر تعود من خلاله لممارسة حياة طبيعية يستحقها الشعب الفلسطيني الصامد صاحب الأرض